فالقصص كثيرة 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 يعني ولعلنا نتكلم عن موضوع الدعاء كذلك من الأشياء الجميلة قصة مرت عليه قبل فترة ودائما أسمعها ولكن أعجبتني هذه المرأة أتوقع في الهند أو في الباكستان في شرق آسيا فكانت عندها يتيم اليتيم ابن ابنتها وكان فيه مرض ما يعرفه إلا دكتور كبير في البلد عنده فسبحان الله هي في الدعاء وهذا الدكتور عنده اجتماع في منطقة صراحة يكرم فيها تكريم دولي وخذ الطيارة متجه لهذه المنطقة وجاء سبحان الله عواصف وأمطار وجاء هبوط اضطراري في مطار ما هو بعيد مرة من المنطقة لكن حول في هذا المطار سألهم أنا عندي اجتماع وعندي كذا وعندي اجتماع دولي وتلفزيوني قالوا قال لأحد الموظفين حتى تنتظر الطيارة الثانية معي الفرصة ولا في وقت حتى تنتظر الطيارة الثانية بروح عليك الاجتماع خذ لك سيارة وروح ترى بينه وبين المنطقة هاي ثلاث ساعات استاجر سيارة ومشى ذلك الوقت ما كان فيه لا اتصالات لا جولات لا قاربن لا خريطة لا شيء سبحان الله العواصف هذا تضيع الطريق وهو يمشي كذلك وجد بيت قديم وفيه بس لمبة صغيرة ووقف عندها ما يقدر يمشي فوقف عندها وسلم فلين فيه عجوز داخل البيت قالت لا تفضل عندك الشاي يشرب الشاي وحياك الله وكان الأكل كذلك قدامك كل ما يسد جوعك المهم المرة تدعي وجالس عند هذا الولد الصغير في الفراش وتصلي وهو جالس يأكل سألها قال ما شاء الله يعني يا أمي أشوف ستصليين وتدعين قالت أنا ما دعوت دعوة إلا واستجابها الله لي كل دعوات اللي دعيتها من الله الله أعطانيها شوف بعيني إلا دعوة واحدة قال وشي قالت أنا عندي هذا اليتيم مريض ومرضه قالوا ما يعالجه إلا الدكتور إريكشان ونسيت اسمه زي ولا يعالجه إلا هذا الدكتور وأسأل الله أن يستجيبه قام الدكتور يبكي لين هو نفس هذا الدكتور قال أنت وش سويتين أنت أنت أخلفت الطيران أخلفت الجو الأعاصير العواصف الرعد المطر الطريق لين جيتس الآن بنفسي ما يعني ما راح تتعرف المرضى يروحون يدورون الدكتور أنا جيتس وش سويتين أنت لا إله إلا الله قالت بهذا الدعاء لا إله إلا الله فلا نحتقر هذا العمل العظيم اللي نحن صدين عنه دائما عندنا هم الشكوى لغير الله وإحنا ما ندري قد نقع فيها كثير تعالى فلا أنا بعلمك لا تشكيلي فأبكي لك فكل ما يلم بالإنسان اطرحه ما بينك وما بين الله بين يدي الله سبحانه وتعالى يا ربي يا من تراني يا من عطيتني أن تعلم حالي أن ترى مكاني أن ترى حاجتي فيا رب أعطني أكرمني نورني دلني أرشدني فلا تحرم نفسك بل إذا دعوت الله وأطلت في الدعاء تجد بالراحة النفسية عندما يعني لكن إحنا الآن تلقى أنا ندعي شوي تلقى يا أخي دعيت ما قصرت والله عندك يعني طلب منك أن تصلح العمل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والصدقة من الأشياء العظيمة التي تطهرك وسبب في قبول دعائك فالدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة فلا نحرم أنفسنا أن ننطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن نتمرن ونتعلم ترى دائما مقصرين في هذا المجال تلقى أنا حتى يعني لو جينا الآن مع ليش لو جينا مثلا إلى جوال وقلت لك امدح الجوال هذا أو اذكر مواصفات الجوال تجد أنك عندك إلمام والله وان تيرا خمسمائة قيقا شاشتين ثلاث كاميرات مواصفاته يصور مع الجهد يعني تجد عندك معلومات معلومات لكن لما أنا أقول لك عظم اللي خلقك تجد أنك تتكلم كلمتين الله كريم رحبان رحيم خلقنا رزقنا ثم نتوقف الموجودات المعلومات موجودة لكن أنت ما عودت نفسك ولا جلست في مجالس فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى فهذه ترى من بركات هذه القناة هذه المجالس ومجلس النشامة أننا نتكلم عن عظمة اللي خلقنا واللي أعطانا واللي رزقنا واللي أوجدنا حتى يكون هذا ديدنا نتكلم مع ابنائنا مع أولادنا مع أهلنا مع أمهاتنا مع أخواتنا حتى يكون لما أجي أنا أصلي لله ركعتين وأرفع يدي لأن لساني ينطلق في الدعاء فندعو كذلك في من الدعاء اللهم افتح لنا من خزائنك في الدعاء يا رب افتح علينا لأن يوم القيامة الله يفتح على نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء حتى تقبل شفاعة نبينا فيشفع لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع للأمم عليها وضع الصلاة أن يكون لنا جلسات مع أنفسنا مع أبناءنا تعال تكلم عن الله امدح الله لو تحفظ الأسماء التسعة وتسعين اسم الواحد الأحد الفرد الصمد المالك الخالق الباسط الرازق الخافض الرحيم الكريم المجيد المنيع يعني فأعلم أبنائي وأعلم نفسي حتى إذا جيت أرفع يديني لأن عندي شيء أتكلم فيه مع الله سبحانه وتعالى وأرجو فيه الله سبحانه وتعالى لما نجي نتكلم عن الناس يجدنا وف خذ خذ السؤال فسفتح لبس الباب تلقى فهذه رسالة والله من محب لكم والرسالة كذلك أنا يعني أحوج منكم فأذني أقرب من مسامعكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحب فيظ الله